من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني يواجه صعوبات على خطوط الجبهة في الشرق والجنوب لكنه ممسك بزمام الأمور في هجومه المضادة. وقال زيلنسكي أن القوات الأوكرانية واجهت مقاومة روسية شريسة في جميع قطاعات الجبهة وأضاف بأن هناك قتال عنيف. كما أن الروس يحاولون وقف رجالهم بكل قوتهم. وتابع قائلا في الجنوب كل الأمور صعبة. لكن أي كان ما يفعله العدو فالقوات الأوكرانية هي المسيطرة بحسب تعبيره.